حكاية تانية النادي الاهلي بعد المباراة دعبة الاهلي بعد ما دخلوا غرفة خلع الملابس وبعد ساعات من المباراة كمان كان في حالة حزن شديد بعد المباراة حديداً أكتر لاعب في الاهلي كان في حالة حزن شديد لدرجة أنه زملائه بقى هم اللي يهدوه كان أحمد نبيل كوكا أكتر لاعب كان متأثر بالهزيمة وعلى فكرة عمل مباراة جيدة جداً مباراة عامل السلية بينكو سين كده تعصب وتنرفز وقال للعيبة في غرفة خلع الملابس بعد المباراة أنه هم ضيعوا مباراة كانت في إيديهم بس هم تعصب كده قال لهم لازم تبقى صفحة وتقفلت احنا عندنا مباراة صعبة جداً أمام مازمبي لازم نركز فيها ولازم نكسبها ونتأهل نهاية دورة أبطال أفريقيا عشان علاقتنا بالجماهير تفضل علاقة جيدة أنتوا جيل محترم أنتوا جيل محترم رامي ربيعة اتكلم مع العيبة أنا أتكلم بك على اتنين كبات في الأهل رامي ربيعة قال لعيبة النادي الأهلي أنه هم لازم يتقبلوا انتقادات الجماهير قال لهم أنا هعمل ده على نفسي أنا هيتم انتقاد بشكل كبير جداً حصل فعلاً وقال هبقى متقبل جداً الغضب دوت وطلب من اللعيبة أنه هم يركزوا زي ما عامل السورية قال في مباراة مازمبي وينسوا الدورة دلوقتي وقال لهم أنه إحنا لسه في مكانة جيدة في الدورة الممتازة ده ما بعد المباراة كواليس ما بعد المباراة في غرفة خلع الملابس بعد المشاهدة ترجمة نانسي قنقر